اشتركوا في القناة نحو موجد ذاته نظر السقيم محاسن العوادي لا يلتفت أبدا لغير إلهه يرجو ويحذر شيمة العبادي يعني يرجو ويحذر كما هي شيمة العبادي اعلم أن العين من عالم الشهادة والملكوت وله أو ولها من المخارج وسط الحلق ولها من عدد الجمل عقد السبعين يعني هي في المرتبة السابعة والثانية من العقود عشرة فهي سبعين وله من البسائق الياء والنون والألف والهمزة والواو وله من العالم الملكوت وله الفلك الثاني وزمان حركته أو وزمان حركة فلكه إحدى عشر ألف سنة وله من طبقات العالم الخاصة وخاصة الخاصة وله من المراتب الخامسة وظهور سلطانه في البهائم ويوجد عنه كل حار رطب وله من الحركات الأفقية وهي المعوجة يعني تسمى هكذا أو هكذا أفقية أو معوجة وهو من حروف الأعراف وهو من الحروف الخالصة وهو كامل وهو من عالم الأنس الثناء وطبعه الحرارة والرطوبة وله من الحروف الياء والنون وله من الأسماء الذاتية المغني والأول والآخر وله من أسماء الصفات القوي والمحصي والحي وله من أسماء الأفعال النصير والنافع والواسع والوهاب والولي وسيبين الشيخ محيد الدين كل هذه الإصطلاحات في المقطع الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى إذن كانت هذه قراءة في كتاب الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية لسيدي الشيخ الأكبر لسيدي الشيخ الأكبر محيد الدين ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي ثم الدمشقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكنا نقرأ الجزء الثالث من الباب الثاني في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم وفي هذا الجزء تحدث الشيخ محيد الدين عن خواص الحروف حرفا حرفا وذكر ما لها من الأسماء الحسنى وذكر بعض صفاتها ويقول في آخر الباب إنه سيبين الألفاظ المستخدمة في هذا الجزء سيبينها في الجزء الذي بعد هذا وهو الجزء الرابع الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته